مئات الطائرات المسيرة الإيرانية ستدخل قريباً على خط المعارك ضمن السلاح الروسي في الحرب الأوكرانية وذلك بحسب المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي كشف عنها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان موضحاً أن النظام الإيراني يستعد لتزويد موسكو في وقت قصير للغاية بمئات المسيرات بل وربما تكون طهران قد زودت بالفعل موسكو بهذه المسيرات أو جزء منها بما في ذلك طائرات قتالية مذكراً باستخدام الحوثيين في اليمن للمسيرات الإيرانية المفخخة في هجماتها على السعودية كما تستعد إيران بحسب تصريحات سوليفان لتدريب القوات الروسية في أقرب وقت على استخدام هذه الطائرات مضيفاً أن أولى الدورات التدريبية كان من المفترض أن تبدأ في مستهل الشهر الحالي وتقرير لصحيفة الواشنطن بوست نقل عن محللين عسكريين أنه رغم امتلاك روسيا لترسانة واسعة من الطائرات بدون طيار لكن الطائرات الإيرانية قد تغير المعادلة بتجديد نظام الأسلحة الروسي الذي تكبد خسائر واسعة كما آشارت إلى أن هناك مؤشرات مختلفة على نفاذ الأسلحة الدقيقة للفصائل المدعومة من روسيا وهو أمر ستغيره الطائرات بدون طيار القادم من إيران بحسب الواشنطن بوست لكنها أكدت في ذات الوقت أن طلب موسكو لهذه المساعدة من طهران هو بمثابة إعلان لمحدودية القدرات الروسية من جهة ودليل على نجاح الاستراتيجية الغربية في الدعم العسكري لأوكرانيا من جهة أخرى